اشتداد المعارك في ابرز محاول القتال في اوكرانيا والقوات الروسية تسيطر بالكامل على خرسون والحلف الاطلسي يعقد قمة استثنائية في بروكسل الاسبوع المقبل بمشاركة الرئيس الامريكي جو بايدن روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي وقيادات عسكرية وسياسية من البلدين ونتابع ايضا روسيا تدرس تعليقا مؤقتا لصادراتها من الحبوب لاربعة عشر لاربعة اشهر وارتفاع اسعار الغذاء يهدد عشرين دولة بالمجاعة وفي الشأن يالليبي لجنة القاعدة الدستورية تشرع في اشغالها وواشنطن تؤكد دعمها لمبادرة ستيفاني وينيامس الى التفاصيل شهدت مدينة ماريوبول بالجنوب الشرقي من اوكرانيا قصفا وصف بالاعنف منذ بداية العملية العسكرية الروسية في غضون ذلك اعلن الجيش الروسي انه سيطر بشكل كامل على مقاطعة خرسون بعد ايام من حصارها فيما تشهد والعاصمة كييف معارك محتدمة بالجهة الشمالية والغربية منها ما بين قلق غربي من سقوط العاصمة كييف وسعين امريكي لتسليح اوكرانيا اكثر تدخل التطورات الميدانية بالبلاد يومها العشرين تطورات يبدو انها لا تنساق لمساع الهدنة والمفاوضات التي تجرع على مستويات مختلفة فحصار كييف مستمر وتطويقها من عديد المحاور يزداد كما ان المعارك تشهد ذراوة اكبر والقصف يطال الشوارع المدينة ما اجبر سلطات في العاصمة على فرض حظر تجوال لمدة ستة وثلاثين ساعة اليوم هو وقت صعب وخطير تم فرض حظر تجول في كييف يحضر تنقل في المدينة بدون تسارح خاصة يمكنكم فقط الخروج للوصول الى مأوى سيسر حظر التجول حتى الساعة السابعة صباحا في السابع عشر مارس خيرسون المقاطعة المطلة على البحر الاسود جنوبا تسقط امام الضربات الروسية بعد معارك طاحنة المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينيكوف اعلن عن الحاق خسائر كبيرة في صفوف الاوكران بها فيما رجحت بريطانيا احتمالية استغلال موسكو الموقف لاجراء استفتاء بالمقاطعة بهدف اعلانها جمهورية منفصلة عن كييف على غرار دونيتسك والوغانسك ضراوة المعارك لم تخب ايضا في مدينة ماريو بول بالجنوب الشرقي فحسب عمدتها فان ثمانين بالماء من المدينة محطم وخارج الخدمة جراء القصف الذي وصف بالاعنى في منذ بداية العملية العسكرية وحديث عن مقتل نحو الفي مدني سعي روسيا لتحييد البنى العسكرية الاوكرانية لم يتوقف واضيف له الثلاثاء مطار مدينة دونيبرو الذي يعتبر الابرز في شرقي البلاد واشارت التقارير الميدانية الى حدوث ضمار كبير بكل المنطقة المحيطة به في غضون ذلك افادت شبكة فوكس نيوز الامريكية في اوكرانيا بمقتل مصورها بير زيكروزوسكي الثلاثاء ليضاف لثلاثة صحفين على الاقل لقوا حتفهم في الحرب الاوكرانية حسب امينة المظالم الاوكرانية لحقوق الانسان في المقابل اعرب الامين العام للناتو يانس تولتنبرغ عن قلق الحلف من افتعال موسكو عملية زائفة لاستخدام اسلحة كيميائية متواعدا اياها بدفع الثمن كما اعتبرت تهم اوكرانيا بتطويرها اسلحة كيميائية محظف طراءات دعا الامين العام للناتو يانس تولتنبرغ الى عقد قمة الاستثنائية للحلف يوم الرابع والعشرين مارس في بروكسل لمناقشة العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا موضحا ان القمة ستناقش دعمنا القوي لاوكرانيا وكفية تعزيز مستوى الرضع والدفاع لدى الناتو وفي السياق لفتت البعثة الامريكية لدى الناتو الى ان بايدن سيشارك في هذه القمة الاسبوع المقبل بعض دول هلفاء الناتو دعموا اوكرانيا منذ الفين واربعة عشر وساعدوا في تدريب عشرات الالاف من القوات الاوكرانية الخاصة والجنود وهم يقاتلون الان منذ بدء العملية العسكرية الروسية ونحن سعاداء بهذا الدعم الذي اثبت فعلياته لسيما امام تعزيزات المعدات الابنية والعسكرية التي يواجهون بها القوات الروسية وقال الخبر في شؤون الاوروبية حسين عمر ان القمة تعطي الزخما للدول مثل فرلندا والسويد واخرى ليتلتحق بالناتو وهذا هو الهدف الاسمى الذي تريده واشنطن من وراء هذه القمة القمة هي باعتقاد لها سبب رئيسي اخر غير الحرب الاوكرانية الروسية الاوكرانية وهي ان تعطي زخما لدول مثل فرلندا والسويد وبعض الدول الاخرى لتقديم اوراق الانضمام بشكل رسمي الى الناتو وهذا ما تريده الولايات المتحدة كي تحاصر روسيا من كل جهات كما هو معلوم هناك دول محايدة مثل فرلندا والسويد والسويسرا والنمسا وقد استطعت الولايات المتحدة بعد غزو روسيا لاوكرانيا ان تحرك الاجواء داخل انظمة هذه الدول وتدفعهم لكي ينضموا او يتركوا حيادهم وانضموا الى حلف الناتو واعتقد ان هذا هو السبب الرئيسي من عنقاد هذا الموت قررت روسيا فرض حظر على دخول الرئيس الامريكي جو بايدن ووزير الخارجية انتوني بلينكن وادرجت اسميهما الى جانب وزير الدفاع لويد اوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية سي اي اي ويليام بيرنز ومستشار الامن القومي جيك سوليفان بالاضافة الى مسؤولين حكوميين امريكيين اخرين في قائمة تضم 13 فردا منعوا من دخول روسيا في رد على العقوبات الامريكية كما اعلنت روسيا فرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزيري الدفاع والخارجية الكنديين بمبدأ المعاملة بالمثل ترد موسكو على واشنطن وحلفائها من الغرب وتعلن فرض عقوبات على 13 شخصية امريكية على رأسهم الرئيس الامريكي جو بايدن ووزير خارجياته بلينكين بالاضافة الى شخصيات اخرى بينها رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بل وتقرر انسحابها من مجلس اوروبا والغاء المصادقة على المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان موازاة مع فرض الاتحاد الاوروبي حزمة رابعة من العقوبات تتضمن حضر المعاملات مع شركات مملوكة لروسيا او تقديم خدمات تصنيف لشخص او كيان روسي لكن ذلك لم يقنع بريطانيا التي جددت دعوتها الى وقف امدادات النفط والغاز الروسية والتصدي لما اسمته ابتزاز بوتين سياسيا تستمر جولات المحادثات الافتراضية بين موسكو وكيف وسط ضبابية عن مجرياتها تصر فيها روسيا على استكمال عمليتها حتى تحقيق اهدافها بل وتذهب لأبعد من ذلك تحديد ضماناتها الامنية مع الغرب بسبب التغير الجذري للوضع بينما يبحث زيلانسكي عن ضمانات امنية موطوقة موازاة مع كل هذه التطورات حل رؤساء وزراء بولندا والشيكيا وسلوفينيا رفقة بعثة من الاتحاد الاوروبي بمدينة الفيف قبل التوجه الى كيف في اول زيارة لهم منذ بدء التوتر في اوكرانيا بهدف لقاء الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلانسكي وتأكيد دعم اوروبا المطلق لبلاده الخبير في يشؤوني الروسية نبيل رشوان قال ان جملة القرارات الروسية الاخيرة بفرض عقوبات على شخصيات بارزة على رأسها بايدن وبلينكين ما هو الا مسألة معنوية لانهم ايضا فرضوا عقوبات على شخصيات محيطة بالرئيس الروسي فلوديمير بوتين بايدن وبلينكين ورئيس وزراء كندا يعني في تصور هذه مسألة معنوية لانهم فرضوا ايضا يعني عقوبات على عدد كبير من المسؤولين الروس منهم السكريتير الصحفي الرئيس بوتين والوزير الخارجية الروسي ووزير الدفاع وطبعا والرئيس بوتين نفسه وعدد من الشخصيات البارزة المحيطة بالرئيس الروسي ومن ثم كان من الطبيعي جدا ان ترد روسيا بنفس العقوبات لكن ماذا تأثير هذه العقوبات سواء على هذا الجانب أوها أو ذاكا يعني لا تأثير لها وهي مسألة معنوية ومسألة تعملي ترد فعل كشف الرئيس والاوكراني فلوديمير زيلنسكي ان عدد الضحايا في ازدياد مستمر منهم 97 طفلا زيلنسكي اكد الحاجة الى بذل المزيد من الجهد من اجل السلام لحماية اوكرانيا واوروبا ما احاول قوله هو اننا بحاجة الى بذل المزيد من الجهد من اجل السلام لوقف روسيا وحماية اوكرانيا وبذلك حماية اوروبا من هذا الشر المطلق انهم يضمرون كل شيء نصاب تذكرية وكنائس ومدارس ومستشفيات ومنازل وجميع منشآتنا الصناعية لقد قتلوا بالفعل 97 طفلا زيلنسكي اضف ان اوكرانيا لا تطلب اكثر من العدالة والدعم الحقيقي الذي من شأنه ان يساعد في حماية الارواح كما ان كندا تظهر قيادتها بالفعل كونها تفعل ما تفعله الدول الاخرى نحن لا نطلب الكثير نطالب بالعدالة والدعم الحقيقي الذي سيساعدنا على الفوز وحماية حياتنا وحماية الارواح حول العالم تظهر بالفعل قيادة كندا فهي تفعل اولا ما تفعله الدول الاخرى بمرور الوقت من جهته كشف الوزير الاول الكندي جوستان ترودو عن الاتفاق مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات صارمة على 15 مسؤولا روسيا جديدا بما في ذلك النخب والحكومية والعسكرية المتواطئة في الحرب غير الشرعية كما وصفها اليوم بالاتفاق مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي يمكنني ان اعلن اننا فرض عقوبات صارمة على 15 مسؤولا روسيا جديدا بما في ذلك النخب الحكومية والعسكرية المتواطئة في هذه الحرب غير الشرعية حضرت المفوضية والاوروبية ثلاثاء ذخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الروسي ضمن الحزمة الرابعة للعقوبة الاوروبية ضد موسكو شملت الحزمة الجديدة منع استراد منتجات الحديد والصلب من روسيا الى جانب حضر تصدير السلع الكمالية وبيع السلع الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 300 يورو الى روسيا كما وسعت بروكسل القائمة السوداء للأفراد والكيانات القانونية من روسيا حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من ان يكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير على الاقتصاد العالمي اكبر من الحرب نفسها مالباس وخلال حدث استضافته صحيفة واشنطن بوست الامريكية ذكر ان العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الاجمالي العالمي بشكل اكبر من العمليات العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا العقوبات ستكون قاسية على روسيا كدولة وستمتد الى الشعب الروسي نتيجة لهبط قيمة الروبل لكن اعتقد ان العقوبات ضد روسيا سيكون لها تأثير اكبر على الناتج المحلي الاجمالي العالمي الوضع في اوكرانيا سيؤدي الى تأثير فور في المستقبل القريب على الاقتصاد العالمي حذر برنامج الغذاء العالمي من احتمال ان تقود الحرب في اوكرانيا الى مجاعة في اكثر من عشرين دولة بفعل شحن متوقع في انتاج المحاصيل الغذائية في مقدمتها القمح وذكرت منظمة الاغذية والزراعة العالمية فو ان الحرب في شرق اوروبا رفعت مؤشر اسعار السلع الغذائية بنسبة 40% تتوالى انباء التفاؤل بشأن احراز تقدم في المحادثات الروسية الاوكرانية غير ان ارتدادات المواجهات العسكرية المتصاعدة في شرق اوروبا لا تزال تلقي بظلالها على اسعار الغذاء العالمية فارتدادات الحرب في اوكرانيا تبدو على عديد دول العالم اعمق بكثير من تداعيات ارتفاع اسعار النفط والغاز بتسجيل ندرة حادة في شحنات القمح والشعير والدرة ومنتجات الحبوب الاخرى التي تعتمد في استيرادها على روسيا واوكرانيا ولا تستبعد منظمة الاغذية والزراعة العالمية فاو حدوث مجاعات حول العالم في حال طول امد الحرب وتطورها الى ابعد من نهاية افريل المقبل وهنا يحذر برنامج الغذاء العالمي من احتمال ان تقود الحرب في شرق اوروبا الى مجاعة في اكثر من عشرين دولة عبر المعمورة بسبب النقص المتوقع في انتاج المحاصيل الغذائية وعلى رأسها القمح الهيئة الاممية ذكرت ان الحرب في اوكرانيا رفعت مؤشر اسعار السلاع الغذائية بنسبة 40% من صفقات العقود المستقبلية ببرصة شيكاغو الامريكية في بداية الشهر الجاري وقاد القمح هذه الارتفاعات الجنونية بفعل تعطل اكثر من 41% من احتياجات العالم من الحبوب القادمة من البحر الاسود ومن غير المعروف حجم الدمار الذي احدثته الحرب في اوكرانيا في مزارع القمح التي تشكل نحو 12% من اجمال الصادرات العالمية لكن المؤكد ان العديد من المزارعين هجروا مزارعهم بسبب الحرب الدائرة في البلاد وتحولوا الى لاجئين في روسيا التي تواجه الحضر الاقتصادي وعدم قدرتها على النفاذ الى الاسواق العالمية ما يعني بقاء السلع الغذائية ونحو 29% من الصادرات العالمية من القمح حبيسة المخازن وربما تظل كذلك لفترة من الزمن عمقت اسعار النفط خسائرها خلال تداولات التلثاء بتراجع نهز العشرة في المئة وانخفضت عقد خام نايمكس الامريكي تسليم افريل بنحو 8% ليتم تداولها عند 95 دولارا للبرميل في المقابل تراجعت العقود الاجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم ما يلقادم بتسعة في المئة لتصل الى 96 دولارا للبرميل في شأن ذي سيلة اعلنت البرازيل عن زيادة انتاجها من النفط في خطوة وصفتها ببرازيليا برسالة طمأنة وجهتها للولايات المتحدة الامريكية وقال وزير المناجم والطاقة البرازيلين لنظيرته الامريكية ان البرازيل ستزيد من انتاجها النفط وخلال المحادثات ذكرت المسؤولة الامريكية ان دولا اخرى تتخذ قرارات مشابهة لتجنب مزيد من التقلبات في اسواق النفط العالمية دون ذكرها وتعد البرازيل من بين اكبر عشرة منتجين للنفط في العالم بحوالي 3 ملايين برميل يوميا واشنطن سألتنا ان كان بامكان البرازيل ان تكون طرفا في جهود انتاج مزيد من النفط وقلنا لها بالطبع يمكنها ذلك نزيد الانتاج بالفعل بينما خفضته معظم دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي زلنا انتاجنا في السنوات الثلاثة الاخيرة قال وزير الخارجية ياروسي سيرجي لافروف ان موسكو حصلت على ضمانات خطية من واشنطن بان العقوبات المفروضة على بلاده لن تؤثر في علاقتها بايران جاء ذلك في مؤتمر صحفية لتاء عقده مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في العاصمة الروسية موسكو ندعم الاسرع بالتوصل الى اتفاق لاعادة احياء الاتفاق النووي والذي يضمن توازن المصالح ننتظر عودة الولايات المتحدة للمصاري القانوني لتطبيق الاتفاق الذي يعود بالنفع لجميع الاطراف وليس ايران فقط بدوره عبر وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان عن استعداد بلاده للعودة لمفاوضات فيينا مشددا في حديثه انه لا يمكن لاي حدث ان يؤثر على علاقات بلاده مع روسيا او على سير محادثات فيينا النووية اذا توصلنا الى اتفاق مع الولايات المتحدة وضمن الخطوط الحمراء الايرانية ستبقى روسيا داعمة لايران واذا تراجعت امريكا عن مطالبها المبالغ فيها من ايران سنشارك في مباحثات فيينا بطريقة بناءة التأخير الذي ترى على المفاوضات ربما سيخلق ارضية مناسبة للحفاظ على مصالحنا لا يمكن لاي طرف ان يعيق علاقاتنا القوية مع روسيا ولا يمكن ان يؤثر اي شيء سلبا على محادثات فيينا اعلنت ايران تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية في البلاد بالتزامن مع الكشف عن توقيف شبكة تخريب تابعة لاسرائيل وهذه المرة الاولى التي يتم فيها التأكيد رسميا على تولي الحرس الثوري حماية المنشآت النووية قال مسؤولان خليجيان لوكالة رويترز ان مجلس التعاون الخليجي يدرس امكانية دعوة جماعة الحوثي واطراف يمنية اخرى لاجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر في اطار مبادرات ترمي الى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الامم المتحدة في ليبيا اعلن اعضاء من لجنة القاعدة الدستورية شروع اللجنة في عملها رغم مقاطعة مجلس النواب لها في الوقت الذي اختار المجلس الاعلى للدولة عددا من اعضائه لتمثيل الهيئة في اللجنة فيما شدد المبعوث والخاص للولايات المتحدة الامريكية الى ليبيا على ان واشنطن ودولا فاعلة اخرى تدعم اي مبادرة تفضي الى اجراء الانتخابات من جديد الاجسام السياسية الفاعلة في ليبيا امام موجات انقسام تتلاطم على وقع ما تره بعضها مشروعا سياسيا ينقذ البلاد من حالة الانسداد الحاصلة وما تعتبره اخرى ورقة طريق للمرحلة المقبلة لا تقبل التنازل اجتماع معلن الثلاثاء هو الاول من نوعه لما يعرف بلجنة اعداد القاعدة الدستورية التي ترعى جدوها المستشارة الاممية استيفاني ويليامز واذ انضم اليه رسميا المجلس الاعلى للدولة بعد اختياره لاثني عشر عدوان تظهر اركانه غير مكتملة في وقت يواصل مجلس النواب الليبي مقاطعته للمشروع وعدم تأييده مسعى تشكيل لجنة القاعدة الدستورية التي توازي ما تسميه هيئة عقيل صالح الاعلان الدستوري عدم انخرة مجلس النواب في مبادرة لجنة القاعدة الدستورية التي تفضي الى اجراء الانتخابات وبغض النظر عن امكانية رهنه شكليا عمل اللجنة المستحدثة فان مراقبينها لا يستبعدون تجاوز المجلس في خضم رغبة الدفع بمقترح المستشارة الامامية الذي يلقى دعما من اطراف وازنة في الملف سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص الى ليبيا ريتشارد نورلاند يؤكد في تصريحات صحفية ثلاثاء ان الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه اجراء الانتخابات وهناك تعاون مع دول محورية على غرار الجزائر تركيا مصر والمانيا لدعم هذا التوجه لافتا الى ان واشنطن تدعم كلما تعتقد ستيفاني ويليامز انه يعزز اجراء الانتخابات يأتي هذا في وقت يتصاعد حديث عن عقد محادثات مرتقبة مباشرة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبا ورئيس الوزراء المكلف فتح باشغا الذي يبدو ان مشروعه السياسي بمعية مجلس النواب لا يحقق الاستقطاب داخليا ولا خارجيا على الاقل حتى الان الى الجزائر حيث يجد زائر ولاية الوادي نفسه امام مدينة ذات جمال فريد تطبعه الطبيعة الصحراوية الخلابة فيتعلق قلبه بكل زواياها ومنازلها العريقة التي تحكي اصالة المنطقة تحت شمس مشعة وسماء صافية ونخيل آمن وقرى هادئة يدشن اهلها صباحاتهم ليعيشوا حياتهم الحالمة يلبسون ثوب العيش وهو قشيب وادي سوف مدينة تهفو اليها قلوب الرحالة العجم والعرب لتلهمهم بواحاتها الخضراء وروعة نخيلها الباسق وفرادة افول شمسها وقت الاصيل بنمطها العمراني الفريد القائم على القباب التي تعلو كل المنازل بها قباب لها منافع شتى فاشكالها تسمح بتوزيع اشعة الشمس على الجوانب في الصيف والشتاء وبتجويفاتها يتلطف الجو داخل تلك المنازل البيضاء على مدار السنة كما تمنع ترصب الرمال فوقها او تراكم ما تحمله الرياح والعواصف بجمار ومدن وادي سوف الأخرى لا تزال الزوايا التجانية والرحمانية والقادرية سروحا دينية وتحفا فنية مستبحرة في الزخرفة والعمارة الإسلامية كانت ولا تزال حصونا منيعة للهوية الإسلامية ومعالم تاريخية تتشامح بها مدينة الشعراء والعلماء وكأنها تحتضنك من كل مكان ببساتين تلفها كثبان رملية مترامية الأطراف فهذه الأرض لا تشبه باقي بقاع المعمورة هي أرض عاشقها أهلها وآمنوا بها ليأتيها الزوار من كل حدب وصوب فتفتح أبصارهم على جنة ساحرة تتوسط صحراء الجزائر تتربع الوادي على سبخات وشطوط وبحيرات وسواقي يعيش حولها الفنك والغزال والقط الوحشي وغيرها من الطيور على غرار الغربان كما تحج إليها الطيور المهاجرة كالنحام الوردي والبط البري مشعة بالحياة والعطاء صحراء لا بل جنان غناء ووحات وارفة الظلال ودي سوف موطن السحر والجمال والمثابرة والإبداع هي أرض فاتنة لا تعرف المستحيل نهاية والنشرة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة